المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة وشكرا لكم سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفة للجمال مع إلهام وصفة اليوم ستكون وصفة مختصة بأشفتين وبنفخ أشفتين وأيضا توريد أشفتين بمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت وفي كل منزل وصفة رائعة والسحرية لتوريد الشفاء فأنتمنتنا الإعجاب ديلكم تسرديكم وتستفدو منها وبسم الله على بركة الله تعرفوا على مكونات الوصفة طريقة تحضيرها وطريقة استخدامها واستعمالها غير هو ما تنسوش إنفو تفرجو في هاد الفيديو سبقتاجيه ولا تشاركوه ولا تقسموه مع الصديقات الحبيبات ديلكم في مواقع توصول الاجتماعي ديلكم شخصيا باش هكذا تعمل فائدة لجميع لأنه دائما الوصفات الطبيعية ما كانش حسن منهم وبسم الله على بركة الله أول مكونات سنحتاج إليه في هاد الوصفة فسنحتاج إلى الأرز بودرة يعني بودرة الأرز وسنحتاج إلى القرفة ولا دارسين وسنحتاج أيضاً لثالث مكون وهو الفلفل الأحمر سواء الحار أو الحلو اللي متوفر عندكم فانا متوفر عندي الحلو فغادي نستخدم الحلو إلا متوفر عندكم الحار فاستخدموا يعني ما كان حتى شي مشكل يعني ما كيسبب لكم حتى شي حاجة بالعكس كيزيد ينفخ لنا الخدود طبيعياً وكيورد لنا الشفتين دينا بشي حاجة طبيعية أكيد الأشياء الطبيعية كان أفضل بكثير وبكثير من الأشياء الاصطناعية ولا الكيماوية اللي تقدر تسبب لنا مشاكل على البعيد يعني على المدى البعيد وليس على المدى القريب نهائياً بالنسبة لآخر مكونات معنا في هاد الوصفة واللي هو زيت جونسون للأطفال رائع هاد زيت هذا أي سيدة متوفر عندها فممكن تستخدموا في هاد الوصفة وهذه هما المكونات اللي غادي نحتاجه ندزل الآن لطريقة استخدام واستعمال وتطبيق هاد الوصفة على الشفتين فأول مكون غادي نضيف لهو القرفة أولا دارسين سأضيف ملعقتين من الدارسين وسأضيف ملعقة من بودرة الأرز وسأضيف أيضاً ملعقة من الفلفل سواء الأحمر الحلو أو الحار يعني ليس بملعقة وإنما تقريباً نصف ملعقة ودائماً الفلفل الكيمية ديالوك تبقى راجعة على حسب اللون اللي بغيتو في شفتين ديالكم موش أحمر غامق أو لا أحمر فاتح أو لا لون وردي فإلا كان وردي فحاولوا ما تستخدموش كيمية من الفلفل الأحمر بالنسبة للفلفل الأحمر الدور ديالو في هاد الوصفة هو يعني لتوريد الشفاه فقط فالاستخدام ديالو بكمية كثيرة غيخلي الشفتين ديالكم باللون الأحمر يعني يجب استخدامو على حسب الكمية وعلى حسب لون الشفاه ديال كل سيدة الآن غادي نضيف زيت جونسون للأطفال وبعد ما كنحصلوا على هاد النتيجة هادي يعني الوصفة كتكون يعني واجدة للاستخدام فبعد ما كنحصلوا على هاد النتيجة هادي كنطبقوها على الشفتين ديالنا كناخدو كمية منها وكنبدو نفرقو الشفتين ديالنا لمدة عشر دقائق ومن بعد كنغسلو الشفتين ديالنا وإلى عدنا قطع تلج فممكن أننا ناخدوها ونطبقوها على الشفتين ديالنا وصفة رائعا كل من جربتها صدقوني لبنات غادي يعني تعجبها النتيجة وغادي تفرح يعني نتيجة سحرية وبالنسبة لهاد الوصفة ممكن الاحتفاظ بها مثلا إلا استخدمتوها اليوم وبقت عندكم كمية منها فممكن الاحتفاظ بها المدة أسبوع فعل بها يعني محكمة الإغلاق وبنسبة لهاد الوصفة يجب تطبيقها على الشفتين لمدة عشر دقائق مع الفرق ومن بعد نغسلو الشفتين ديالنا ونوضعو عليهم قطع ديال التلج فكانت ديال الوصفة ديالي وما نتمنى أنكم يعني تبقى تجيبها ولا تعملوا لها شير ولا تشاركوها مع الحبيبات وصديقات ديالكم نتعمل فائدة للجميع ونتمنى أنكم تخليوا لنا تعليقات للسفصارات بنسبة السيدات لي ما مشتركينش فاشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس وموعيدي معكم يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم